السلام عليكم انا ام نور من قناتي يانسون وكراويا النهاردة هنعمل شربة العدس على الطريقة التركية بطريقة اشهر مطعم تركي طعمها حلو جدا وكمان الطريقة بتاعتها سهلة قوي ما تنسوش تشتركوا في القناة واتفعلوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة وكمان تعملوا لايك للفيديو هنجيب حلة متوسطة ونحط فيها معلقتين كبار زيت ومعلقة كبيرة زبدة والنار تكون متوسطة ونسيح الزيت مع الزبدة ونسيبهم يسخنوا مع بعض كويس بعد كده نضيف بصلة كبيرة متقطعة ونشوح البصلة حوالي دقيقتين فقط عايزين البصلة تتشوح بس يعني يا دوب تتبال شوية بعد كده هنضيف على البصلة معلقة كبيرة دقيق وهنشوح الديق كويس جدا عاوزين لونه يوصل للدهبي او للبن الفاتح عشان طعمه ما يكونش ظاهر في شربة العدز الديق المتحمص بيدي للعدز طعم حلو قوي وكمان بيتقيله شوية وما تخافوش طعمه ما بيكونش ظاهر نهائي لاننا بنشوحه كويس اول ما دقيق يكون لونه دهبي او بني فاتح هنضيف عليه معلقة كبيرة توم مفروم او خمس فصوص توم مفرومين اول ما دقيق يكون دهبي او بني فاتح هنضيف عليه معلقة كبيرة توم مفروم او خمس فصوص توم مفروم ونشوح التوم تشويحة واحدة فقط يعني يا دوب نقلبه تقليبة واحدة بعد كده نضيف عليه طماطمية صغيرة متقطعة او معلقة صلصة هنشوح الطماطم برضو لمدة دقيقة واحدة بعد كده نضيف باقي المكونات هنضيف جزرتين متقطعين وحبتين كوسة صغيرين او حبة كبيرة وكمان حبتين بطاطس متقطعين انا بضيف البطاطس بقشرها لان قشر البطاطس في قيمة غذائية عالية وكمان هضيف بصلة خضرة متقطعة وممكن نستغنى عن البصل الاخضر هنشوح الخضار ده شوية عشان ياخد من طعم البصل والتوم والزبدة يعني حوالي اربع دقايق بعد كده نضيف ربع كيلو عدس اصفر بقسول ومتصفي من المياه كويس ونقلب العدس لمدة دقيقة يدوب العدس يسخن شوية فقط بعد كده نضيف عليه لترين مياه من الحنفية في طرق تانية كتيرة بنضيف شربة بدل المياه بس الطريقة التركية بيضيفه ميا ومرق الدجاج عشان كده هنضيف كمان مكعبين مرق الدجاج دلوقتي هنضيف التوابل معانا تكاية صغيرة وهي نص معلقة صغيرة سكر ومعلقتين صغيرين ملح ونص معلقة صغيرة فلفل اسود ونص معلقة صغيرة كاري ولو حابين اللون يكون اغمق هنضيف معلقة صغيرة بابريكا وهنقلب التوابل وطبعا هنسيب الكمون للاخر عشان نكهته تكون زهرة بعد كده هنغطي الحلة ونسيب العدس يستوي لمدة نص ساعة او ساعة الى تلت بعد ما العدس يستوي هنضيف عليهم علقة صغيرة كمون ونقلب الكمون ونطفي النار على طول بعد كده هنفرم العدس ممكن نستخدم الهند بلندر وممكن نستخدم الخلاط العادي بس لو هنفرمه بالخلاط العادي نسيبه يبرد شوية ووقت التقديم نرجع نسخنه تاني لو هتفرموا بالهند بلندر افرموا بزاوية او بمالان شوية بالشكل ده بيدي كسافة للعدس اكتر وده شكل شربة العدس النهائي قوامها حلو جدا وطعمها كمان حلو قوي ممكن وقت التقديم نعصر على العدس نص لامونة بتديه طعمه مميز وجميل شربة العدس ممكن تتشرب كشربة وممكن تتقدم مع الرز الابيض وتكون وجبة رئيسية وممكن كمان تتاكل بعيش جربوا شربة العدس بالطريقة دي سواء في الصيف او في الشتاء مفيدة جدا وكمان طعمها حلو قوي وكمان الطريقة دي مختلفة عن اي طريقة تانية للعدس ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو وبالهنى والشفى مقدما والسلام عليكم